اذا اردت صناعة قصة الشهرة في عالم العصابات ما عليك الى ممارسة هوايتك في العراق هنا في تفاصيل الظلام ببغداد ومحافظات عدة تحاك لعبة الخفاء دون اي تأجابة تؤدي الى معرفة الخاطف او لصالح من تصريح جديد لمفوضية حقوق الانسان يكشف عن حلقة جديدة من مسلسل الخطف والاغتيال والتعذيب للعراقيين وعلى الرغم من القاء القوات الامنية القبض على سبع اصابات للخطف في بغداد الا ان 49 محاولة اغتيال استشهد على اثرها 22 مدونا لم تسعف اية جهة امنية او مرجعية دينية او احزاب سياسية او سلطة سياسية في البلاد من ايقاف عداد خطف الارواح في سجلات المجهول جميع السلطات الدينية والسياسية والامنية تدين وتستنكر بينما تذهب اصابع الاتهام من المتظاهرين في الساحات والصحفيين والناشطين واكاديميين وعلماء الى المجهول استمرار عمليات الاختطاف والاغتيال بحق الناشطين حتى وصل العدد الى اكثر من 20 الف جريح واكثر من 600 شهيد واكثر واكثر من الحزن والحال المكلوم في كل بيت وعند كل عائلة استمرار لمسلسل اصبح في عين الحقوقيين مؤشر خطر يفقد الامل بحياة امنة لحرية التعبير او المطالبة بالحقوق او الحرية الصحفية ويبقى الخاسر الاكبر في زواج كاثوليكي بين الخاطف والمخطوف هو العراقي وحده والاصابع مهما توجهت لجهات تنفذ اجندات خارجية الا انها لا تجدي نفعا في وقف نزف الدم العراقية ومن حيث بدأنا ننتهي بنفس العلامة الحائرة من يقتل العراقيين ومن يختطفهم ترجمة نانسي قنقر